شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأهمية البالغة لأصول ومال الوقف وما تمثله من خصوصية شديدة تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها ولكن حسن إدارتها وتنميتها والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صونا للوقف خلال اجتماع آخر وجه الرئيس السيسي بتطوير برامج تدريب وتأهيل الآئمة بالنظر لدورهم الهام في نشر الخطاب الديني المستنير اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المالية وسيد محمد عبد النبي مساعد وزير الأوقاف لشؤون هيئة الأوقاف صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تنول متابعة جهود إدارة أصول هيئة الأوقاف وتنميتها وقد شدد السيد الرئيس على الأهمية البالغة لأصول ومال الوقف وما تمثله من خصوصية شديدة تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها ولكن حسن إدارتها وتنميتها والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صونا للوقف كما وجه السيد الرئيس بتضافر جهود كافة أجهزة الدولة المعنية لسرعة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف وسرعة الفصل في قضايا الوقف المتدولة حالياً في القضاء وقد عرض الدكتور محمد مختار جمعة تطور إرادات هيئة الأوقاف التي بلغت في العام المالي 2021-2022 حوالي مليارين وخمسة وثلاثين مليون جنيه بزيادة قدرها مائتان وستة عشر مليون جنيه عن العام المالي 2020-2021 في حين حققت هيئة الأوقاف الربع الأول من العام المالي الحالي نسبة زيادة في الإرادات قدرها حوالي 22% عن نفس الفترة من العام المالي السابق كما عرض الموقف الخاص بالأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف وما تم تنفيذه منها كما عرض السيد محمد عبد النبي مساعد وزير الأوقاف خطط هيئة الأوقاف لاستثمارية والرامية إلى تحقيق أقصى استفادة من أعياني وأصول الوقف أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا قيم السيد وزير الأوقاف بعرض جهود الوزارة في مجال البر ومشروع سقوق الأضاحي والإطعام وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس لكل مؤسسات الدولة بتكسيف برامجها للحماية الاجتماعية موضحا أن مشروع السقوق يحظى بثقة المواطنين وبتطور عاما بعد عام حيث بلغ إجمالي ما تم تحصيله من سقوق هذا العام حوالي 218 مليون جنيه وذلك بزيادة تقدر بنحو 75 مليون جنيه وبنسبة زيادة حوالي 53% عن العام الماضي كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الأوقاف لتعزيز العمل الدعوي المجتمعي وتدريب الآئمة وقد وجه السيد الرئيس بتطوير برامج تدريب وتأهيل الآئمة بالنظر لدورهم الهم في نشر الخطاب الديني المستنير الذي يهدف إلى إعمال العقل في فهم مستجدات الحياة وفق صحيح الدين وسوابط الشرع الشريف وملئ أي فراغ دعوي كان قائما من قبل وقد عرض الدكتور مختار جمعه خطة وزارة الأوقاف للدورات التأهيلية القائمة والمستقبلية للآئمة إلى جانب الدورات التأهيلية المتقدمة رفعة المستوى التي ستخصص لنغبة مختارة من أكثر الآئمة تبيزا فضلا عن تطوير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الآئمة والوعظات وأهم الدورات التي قدمتها الأكاديمية للآئمة والوعظات من داخل مصر ومختلف دول العالم وعرض السيد الوزير أيضا تطور العمل الدعوي وجهود تكثيف الأنشطة الدعوية وتنوع وسائلها مما أدى إلى استعادة المساجد لدورها الحيوي في التثقيف الديني الوسطي المستنير حيث تعددت الأنشطة ما بين برامج تثقيفية للأطفال وبرامج توعوية للشباب والسيدات ودروس علمية ومنهجية ومجالس إفتاء ومراكز للثقافة الإسلامية وأعداد محافظ القرآن الكريم فضلا عن إقامة المقارئ القرآنية للآئمة وكبار القراء أضف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الأوقاف عرض كذلك جهود الوزارة في التأليف والترجمة والنشر وتيسير العلوم مبرزا بعض النماذج منها وأخيرها الإصدارات الناتجة عن المؤتمر السنوي الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي عقد تحت عنوان الاجتهاد ضرورة العصر